يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع ما الحصل على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومائة وواحد وثمانين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين عن الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وأربعة وأربعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من أربعمائة وسبعين ألف شخص